وجه رئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة جهود الدولة في تعزيز التحول الرقمي وميكانة الإجراءات الإدارية والحكومية تسهيلا على المواطنين واختصارا للوقت والمجهود والتكلفة مع متابعة ومواكبة أحدث تطبيقات التكنولوجية في مجال الذكاء الاصطناعي جاء ذلك خلال اجتماع رئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس السيسي استمع خلال هذا الاجتماع إلى عرض من وزير الاتصالات بشأن جهود تأهيل وتدريب الموارد البشرية المصرية في مجال تكنولوجيا المعلومات من خلال استراتيجية مدينة مصر الرقمية وأكد الرئيس السيسي أولوية توفير كل الدعم اللازم لبناء وتطوير قدرات الشباب المصري ومساندة الشركات الناشئة وتشجيع توسعها في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأضف متحدث رئاسة أن الرئيس السيسي اطلع على مستجدات عدد من المبادرات والمشروعات من بينها أجبال مصر الرقمية ومراكز الإبداع الرقمية وتطوير مكاتب البريد المصري ومكاتب الشهر العقاري والمناطق التكنولوجية ومدارس تكنولوجيا تطبيقية على مستوى الجمهورية